اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية الاطراف الاصطناعية مقدمة في حال فقد ذراع او رجل قد يعوض الطرف الاصطناعي المريض احيانا يساعد الطرف الاصطناعي او البدلة على اداء النشاطات اليومية مثل المشي او الاكل او ارتدائي الملابس يشرح هذا البرنامج الاطراف الاصطناعية وهو يتنابل خيارات الاطراف الاصطناعية المختلفة وما الذي يمكن توقعه عند وضع طرف ورعاية المتابعة فقد الاطراف قد يخسر الافراد كل ذراعهم او رجلهم او جزءا منهما لعدد من الاسباب منها البتر الضروري لوجود علة طبية العيوب الولادية الاصابات الرضية مثل حوادث السير والمعارك الحربية البتر هو استيصال احد اجزاء الجسم بالكامل او جزءا منه مع الجلد المغطيلة وقد يحدث في مكان الحادث او في موضع هجوم حيوان او في ساحة المعركة كما يجرى البتر كجزء من اجراء جراحي وذلك للوقاية من انتشار الغنغرينة عادة والتي تحدث كمضاعفة لاحد الحالات التالية تصلب الشرايين الداء السكري التثليج اي عضة السقيح الاصابات اي مرض اخر يضعف جريان الدم كما قد يجري البتر لمنع انتشار سرطان العظم ولإيقاف فقد الدم والعدوى عند المريض الذي يعاني من تلف جسيم في الطرف عند اجراء البتر يجري الجراحون شقا عادة فوق المنطقة المريضة او المصابة ويتركون جزءا من النسيج المعافى ليسند العظم ويعتمد مكان الشق احيانا على كيفية ملاءمته لتركيب طرف اصطناعي او بدلة الاطراف الاصطناعية البدلة هي بديل اصطناعي عن الطرف او جزء الطرف المفقود كما يطلق عليها اسم الطرف الاصطناعي ومع ان البدلة لا يمكن مقارنتها ابدا بالطرف الطبيعي غير انها تساعد المريض على القيام بالكثير من الاشياء سوف يتناقش مقدم الرعاية الصحية واختصاصي البدلات والمعالج الفيزيائي مع المريض حول اية مخاوف عنده وسوف يعملون معه على التصميم وعمليات الملاءمة كما سيساعدونه على التدرب وتعلم كيفية استخدام البدلة برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية انواع الاطراف الاصطناعية تختلف كل بدلة عن الاخرى وسوف تعتمد الطريقة التي يظهر ويعمل الطرف الاصطناعي فيها على نوع البتر الخدرة الجسدية النشاطات والاحتياجات اليومية تتصل معظم الاطراف الاصطناعية النظامية مع مغرز يتلاءم فوق الطرف المتبقي أو الجذعة يجب أن يستعد المريض لإجراء قياسات وملاءمة البدلة بعد الجراحة بأسابيع قليلة حيث يجب أن يلتئم الجرح ويصبح أقل تورما وسيكون المريض عندها جاهزا لقياسات البدلة والملاءمة والتمارين والتأهيل قد تبدو الاطراف الاصطناعية نابضة بالحياة فقد تحوي نمشا وأوردة وشعرا وبصمات ووشوما ولا يستطيع الكثيرون تمييزها عن الاطراف الحقيقية هناك العديد من الخيارات من حيث الشكل وطريقة عمل الطرف الاصطناعي استخدام الطرف الاصطناعي يستطيع معظم من يفقدون طرفا أن يستأنفوا نشاطاتهم اليومية المعتادة في خضون أشهر قليلة ويتمد هذا على مكان البتر وعلى مقدرة المريض الجسدية سيحتاج المريض إلى التمرن لبناء العضلات الضرورية للتوازن والحركة رعاية الطرف المتبقي تعلم الوضعيات الجسدية الصحيحة وكيفية التقوية قد يكون تعلم استخدام الطرف الاصطناعي صعبا وهو يحتاج للوقت والقوة والصبر يساعد المعالج الفيزيائي المريض على تعلم كيفية التعامل مع الجهاز الجديد وسوف يتعلم كيفية العناية بالبدلة ارتداء وخلع البدلة التعامل مع الحالات الطارئة بأمان بما في ذلك الوقوع والنهوض ثانية أداء النشاطات اليومية في المنزل والعمل سوف يتعلم المريض إن كان عنده رجل اصطناعية كيفية المشي على أنواع الأسطح المختلفة بما في ذلك الدرج يكون عند معظم مبتوري الأرجل زوج من العكازات للأوقات التي يخلعون فيها الطرف بما في ذلك عند الاستحمام ولعب رياضات معينة وكذلك قد يفيد استخدام الكرسي المدولة وباقي الأجهزة المساعدة على الحركة على المريض التعامل مع مشاعره المرتبطة بخسارة الطرف ويمكن التحدث مع الأهل والأصدقاء وفريق الرعاية الصحية عن الانفعالات كما قد يكون الانضمام لمجموعة دعم مفيدا رعاية المتابعة المتابعة مهمة مثل الملاءمة الأولية ويحتاج المريض إلى إجراء عدة زيارات لإدمام تعديلات على البدلة وللتدرب مع المعالج الفيزيائي يستطيع فريق الرعاية الصحية مساعدة المريض على ضبط الارتصاف العضوي تسكين أماكن الضغط استرداد المهارات التي يحتاج إليها للتكيف مع الحياة بعد خسارة الطرف التعامل مع أية مشاكل قد يواجهها يجب إخبار اختصاصي البدلات إذا كان الطرف الاصطناعي غير مريح أو رخوا زيادة على اللزوم أو مشدودا زيادة على اللزوم كما يمكن سؤاله عن الأمور التي يحتاج المريض إليها أو يرغب بالقيام بها يجب أن يتكلم المريض بصراحة عن احتياجاته فكلما تحدث أكثر مع اختصاصي البدلات والمعالج كان قادرا على التأقلم بنجاح مع طرفه الاصطناعي قد يدوم الطرف الاصطناعي من عدة أشهر إلى عدة سنوات وهذا يعتمد على عمر المريض ومستوى نشاطه ونموه في المراحل الباكرة بعد خسارة الطرف تحدث تغيرات كثيرة في الطرف المتبقي مما قد يؤدي لانكماش الطرف وقد يحتاج المريض إلى تغيير المغرز إضافة بطانة للبدلة بدلة مختلفة قد تستدعي زيادة مستوى النشاط والحاجة لوظيفة إضافية إلى تغيير البدلة أو تغيير أجزائها عندما يتأقلم المريض بشكل مريح ويكون خادرا على أداء وظائفه عند مستوى النشاط المرغوب به فلن تحتاج البدلة إلا لإصلاحات أو صيانة بسيطة وتدوم معظم الأطراف الاصطناعية لثلاث سنوات في المتوسط يجب أن يضع المريض خطة للقيام بزيارات المتابعة إلى اختصاص البدلات وأن يجعل ذلك جزءا طبيعيا من حياته فملاءمة المغرز الصحيحة والتراصف الجيد سيضمنان أن تكون البدلة مفيدة للمريض قد يؤذي المريض طرفه المتبقي وأجزاء أخرى من جسمه فيما لو ارتد البدلة لفترة أطول من اللازم بينما تكون بحاجة للإصلاح أو التغيير حيث تحتاج الأطراف الاصطناعية لصيانة وإصلاح منتظم لاستمرار عملها الجيد إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة في حال فقد ذراع أو رجل فيمكن للطرف الاصطناعي أن يعاوضه أحيانا ويساعد الطرف الاصطناعي أو البدلة على أداء النشاطات اليومية مثل المشي أو الأكل أو ارتدائي الملابس سوف يتناقش مقدم الرعاية الصحية واختصاصي البدلات والمعالج الفيزيائي مع المريض حول أي مخاوف عنده وسوف يعملون معه على التصميم وعمليات الملأمة كما سيساعدونه على التدرب وتعلم كيفية استخدام البدلة تختلف كل بدلة عن الأخرى وسوف تعتمد الطريقة التي يظهر ويعمل الطرف الاصطناعي فيها على البتر المجرى للمريض قدرته الجسدية نشاطاته واحتياجاته اليومية يستطيع معظم من يفقدون طرفا أن يستأنفوا نشاطاتهم اليومية المعتادة في غضون أشهر قليلة ويعتمد هذا على مكان البتر وعلى مقدرة المريض الجسدية سيحتاج المريض إلى التمرن لبناء العضلات الضرورية للتوازن والحركة رعاية الطرف المتبقي تعلم الوضعيات الجسدية الصحيحة وكيفية التقوية يساعد المعالج الفيزيائي المريض على تعلم كيفية التعامل مع الجهاز الجديد وسوف يتعلم كيفية العناية بالبدلة ارتداء وخلع البدلة التعامل مع الحالات الطارئة بأمان بما في ذلك الوقوع والنهوض ثانية أداء النشاطات اليومية في المنزل والعمل المتابعة مهمة مثل الملأمة الأولية ويحتاج المريض لإجراء عدة زيارات لإتمام التكيف مع البدلة وللتدريب مع المعالج الفيزيائي يستطيع فريق الرعاية الصحية مساعدة المريض في ضبط الارتصاف تسكين أماكن الضغط استرداد المهارات التي يحتاج إليها للتكيف مع الحياة بعد خسارة الطرف التعامل مع أي مشاكل قد يواجهها شكرا لاستخدامكم برنامج EXPLAIN